كلنا عارفين ان الجنباري ليه طرق كتيرة جدا للعميل لكن خلينا متفقين ان طريقة الجنباري الكريسبي هي الطريقة الوحيدة اللي ما بيختلفش عليها اتنين بيحبها الكبير قبل الصغير يعني ما تقدرش تقول لي طبق زي ده لقى حتى لو انت شابعين على النهاردة في الفيديو ده نعمل الجنباري الكريسبي بتدبيلة خطيرة وارمشة لا نهائية مع شوية رز صيادية كده حاجة كده من الاخر وشوية صلاة الطحينة وجبة سهلة وسريعة وما بتاخدش نص ساعة في العميل يلا بينا نبدأ ونشوف عملنا الجمال ده ازاي انا عندي جنباري متوسط الحجم مخصول كويس بمية ومالح ولمون انا شايلة القشر بتاعه وسايبة بس الدل عشان يدي شكل جمالي كده هنزل عليه بمعلقة من تدبيلة السمك اللي هي طوم وفلفل ومالح وكمون زودت اللمون شوية وكمان نزلت بنص معلقة كده من الكمون ونص معلقة من الكاري عايز اقول لكم ان الكاري من التوابل الاساسية عندي مع الجنباري هقلب كده فيهم شوية وقدر اشتغل بيهم على طول بس انا هسيبهم كده ربع ساعة او نص ساعة علشان التكبيلة تدخل جواهم في الوقت ده انا هحضر الكوفر بتاع الجنباري اول حاجة انا هجيب اي علبة او طبق يكون غويت وهنزل فيه بكوباية من الدقيق لو انتو عايزين تضعفوا المقدار ده ضعفوا عشان ممكن تحتاجوا كمان تزودوا هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من النشا ومعلقة من البيكينج باودر وشوية توابل ممكن احط ملح وممكن احط كاري وكمون تمام هقلبهم كويس كده مع بعض ولازم اتأكد ان التوابل يعني اختلطت بكل الدقيق هقلب كويس جدا والملح كمان ما تحاولوش تزودو لان احنا حطين ملح في التدبيلة فيعني حاولو تزبطوا كده الملح على حسب الرغبة بتاعتكم عندي بقى الخليط ده انا هقسمو نصين هاجيب كيس كده وهحطي فيه اا نص المقدار ليه كيس بقى علشان هتشوف وانا هعمل فيه ايدي الوقتي وعشان ما بهدلش الدنيا حوالي وعلشان هيساعدني كتير في اا ان انا اعمل الكوفر بتاعي الجنباني تمام يعني حاولوا تخلوا النص اللي هو ناشف من غير الميا ده اللي في الكيس يكون اكبر من اللي انا هحطي فيه الميا ده هنزل بقى بالميا كده بالتدريج وهقلب لحد ما وصل لخليط كده اخف من البانكيك شوية يعني مش تقيل زي البانكيك ومش خفيف زي الميا هنزل بقى فيه بالجنباري واحدة واحدة كده وبعدين هنزل بها في الكيس يعني هعمل مثلا واحدتين تلاتة مع بعض ما تقطروش في المرة الواحدة تمام عشان ما يلزقوش في بعض ويضيقوكم وانتو بتشتغلو بعد ما حطوهم بقى في الكيس بصوا بقى انا بقى في الكيس وبرجي الكيس كده يعني ايه بقلب الجنباري جوه الكيس كده بياخد شكل الكراست بتاعه من بره بدون ما انا المسه وبهدل ايدي وبهدل الدنيا حواليا وفي الاخر هرمي الكيس على طول يعني بعد ما اخلص بصوا شوفوا الشكل اللي طالع بتاعه الجنباري من غير ما المسه فالطريقة دي حلوة جدا مش بتبهدل معاكو اا الدنيا ومش بتعمل اطباق كتير تتغسل وفي نفس الوقت بتدينا الشكل من غير ما نلمسه لان الجنباري اا يعني بيبقى طريق يتهري بسرعة لو انا اا يعني اتعملت معا باليد كتير فبفضل كده اخد واحدتين تلاتة احطهم الاول في الخليط السائل وبعد كده احطهم في الخليط النيشف وقلب كويس جدا واحطهم في السلكة او المصفى دي علشان لو في اي دقيق ينزل شوفوا انا بنخله الاول اهو قبل ما بحطه تحتي طبق قبل ما بحطه في الزيت عندي بقى زيت سخن والحرارة متوسطة الزيت يكون غزير يعني حاولوا تحطوه في حاجة اصغر عشان يبقى غزير اكتر وبنزل بالجنباري اللي انا عملته بنزل بالكمية ما فيش مشكلة وما بقلبش خالص اول ما بنزل كده لمدة تلات دقيق الجنباري ما بياخدش وقت في التسوية لكن انا عايزة سوي الكافر اللي من برا عشان ما يبقاش عجين النار دي الوقتي اا متوسطة والزيت سخن جدا يعني متحاولوش تخلو الزيت بارد او النار تكون هادية علشان الكافر هيفك لو انتم عملته كده بقلبه على الجنب التاني كده لما تأكد الجنب اللي تحت نشف بالشوكة كده يعني بطريقة بسيطة متحاولوش ايه تتعامله معه بعنف عشان الكافر بتاعه مايفكش آآ بعد كده قبل ما بيجي ما بيجي اطلع على طول من الزيت علشان لو في اي زيت زيادة تطرده خلاص قبل ما يطلع من التوسة بطلعه بقى على مصفة او على سلكة او على شبكة علشان المنادين لو انا طلعت عليها بتخلي الجنباري طري يعني بتشرب الزيت وبعدين بترجعه للجنباري تاني هنزل بقى كمان بدور تاني ولازم في كل مرة الزيت يكون سخن والنار تكون متوسطة طول ما الزيت سخن بقدر انزل كمية من الجنباري كويسة في كل مرة لكن لو الزيت بارد او متوسط الحرارة اول ما هنزل الجنباري درجة حرارته هتهدى فهيفك معي الاشراب بتاعته لكن هو عشان سخن قوي فانا بنزل كمية يعني خلي بالكم التفاصيل دي دلوقتي بقى هنعمل سلطة الطحينة انا عندي نص كوباية من سلطة من الطحينة هنزل عليها بملح وكمون وفلفل وهنزل بمعلقة من برضو تدبيلة السمك ومعلقتين كده من اللمون هقلب كده قبل ما اضيف المية وبعدين هنزل بمية سخنة بالتدريج وقلب كويس جدا عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات لحد ما وصل للقوام اللي انا عايزة فيه ناس في المرحلة دي بيضيفوا معلقة من الدقيق كده بتفتح اه السوس بتاع الطحينة بتخليهوش غامق يعني بسبب البهارات اللي احنا حطيناها فبردو يعني كويس الحركة دي بس انا ما ضفتهاش المرة دي فدل تنزل كده بالمية السخنة لحد اي ما وصلت للقوام اللي هو مش تقيل ومش خفيف وكده خلاص صلطة الطحينة بقت جهز عندي وتعالوا بقى نعمل شوية رزة صيادية فاخر من الآخر اول حاجة عندي بجيب بصلة مفرومة ناعم وبنزل فيها بشوية زيت اه ممكن اخد شوية من زيت الجنبالي لو نضيف وزود عليهم زيت تاني بيدي برضو طعم حلو قوي للرز اه بقلب فيهم كده كويس وبشوحهم لحد ما اوصل للدرجة اللي هي لغم ممكن اضيف معلقة من السكر علشان ايه اه تقلل من مرارة البصل وهضيف بقى معلقة من تدبيل السمك برضو تدبيل السمك هي البطل الاساسي معانا في كل الخطوات اللي عملناها النهاردة انا بضيفها في الاخر خالص يعني بعد ما البصل هتكون وصلت لللون اللي انا عايزة هنا بقى انا بنزل بمية سخنة وبسيبها يا غلي مش بنزل بالرز اه دي طريقتي في الرز من زمان وبيطلع خطير يا جماعة بضيف مية سخنة وبسيبها اه وبازبط الملح وبسيبها كده مع البصل لحد ما تتلون كده وتاخد اللون الغامق وتغلي وبعدين بنزل بكوباية او كوبايتين من الرز على حسب الكمية اللي انتوا عايزينها بخسلها كويس وبنزلها على طول على المية وهي مغلية بسيبها الاول تغلي وبعد كده بهادي النار لحد ما تتشرب وتستغل نخلي بالنا جدا يا جماعة في المرحلة دي لازم ازبط كمية المية لان لو ما زبطهاش الرز هيعجن يعني لازم زي ما بعمل الرز العادي المية بتبقى عقلة صباح فوق الرز شايفين بقى الجمال بصوا الفاينال لوج بتاع الجنبالي باين قوي انه هو كريسبي وباين قوي انه وطعمه حلو ومش محتاج كدام كتير صلطة الطحينة يعني مالية مركزها وباين ان هي جاية من برا يعني الطبقة دي يا جماعة بينزل في قلبي مش في معدتي يعني مهما كون شابعينا لازم ننقط كده ايه نلقط كده في الجنبالي يعني الوجبة دي ممكن اعملها مرة كل اسبوع ولا دي بيحبوها وانا بحبها وبصراحة يعني ما بتاخدش وقت وبتخلص في سواني انا بحب الوصفات السهلة تعالوا بقى نعمل طبقة كده حالو نحط شوية رز كده في بولا تكون يعني غويتة شوية ونزينها كده بشوية من اي حاجة خضرة انا اخدت من اللي على الجنبالي شوية بقدونس كده واي حاجة وهننزل بقى كده بكم واحدة جنبالي نزين بيه من الطبق وبص يا جماعة ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ياريت ما تستخسروش تعملولي لايك وتعملوا كومنت وشير للفيديو واشوفكم في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة